أطريق أمان مع مدربة الصياقة بالمهدي العزازي أهلا بك سيدي صباحك السعيد أهلا بك سيدي صباحك السعيد أهلا وسهلا إذن موضوعنا اليوم سيد العزازي هو كيفية تغيير عجلة المركبة حتى نتفادى الحوالس أكيد أن العجلة أهمية كبيرة في السيارة أكيد العجلة أهمية كبيرة الأهمية لها هي رفع الوزن يعني احتمال الوزن المركبة زائد الركاب زائد البضائع هذا التينيدروت التينيدروت يعني التحكم البقاء في الطريق وفي المصار التينيدروت فيها الاحتكاك المباشر مع المركبة كما فيها يعني فيها عنصرين أهم Karena أهمين عندها العنصر المادي وهو فيها العنصر الهواء يعني جزء هواء وجزء مادي يعني هي أهمية كبيرة داخل السيارة يعني السيارة لا تمشيش بدون عجلة أكيد 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 إذن سيد العزازي قبل التحدث في مكونات العجلة وكيفية اختيار العجلات الأكيد أن العجلة التي لا تكون بطريقة جيدة يعني لا تكون جيدة لا تكون سليمة قد تؤثر على السيارة وتؤثر على الأداء أيضا أكيد قد تؤدي إلى الحوادث ولهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لتفادي الحوادث ليكون سببها المباشر هو العجلة نعم مثل المراقبة المراقبة الدورية يعني مراقبة الضغط يعني مراقبة الضغط مراقبة يعني بالعين العين المجردة يقدر يكونترول البنوتاو هذا هو نعم ما هي مكونات العجلة أستاذ العزازي هي فيها عدة مكونات هي فيها مكونات طبيعية وفيها مكونات كيميائية مركبة عندنا مثلا عندنا المطاط الطبيعي وعندنا المطاط الاصطناعي عندنا الكاربون الواري يعني الكاربون الأسود المادة الأولى يعني يستخرج من المادة الخامة على البترول عندنا الكبريت هو اللي يجعل يخلي الفنو أنفو إلاستيكي يعني يخليه يتمدد أما المطاط وقلنا عندنا المطاط الطبيعي لما نستجعره وعندنا المطاط الاصطناعي زائد الكبريت اللي يخلي المطاط ككل يتمدد يتمدد نوعا ما ماشي بالذات زائد الخيط زائد يعني الأسلاك المعدنية زائد ما هي العوامل المؤثرة على أداء العجل المعروف أن العجلات تتمدد بالحرارة والفرودة أيضا تكون شيئا قاسية ما هي أهم العوامل زيد العزيزي المؤثرة فيها عوامل كثيرة عوامل كثيرة أول شيء هو يتبدأ بسائق تبدأ بسائق إذا السائق أهمل المراقبة الضورية يبدأ تأثر كل شيء يؤثر يعني إذا ما راقبهاش مع الصباح الكرنوسة ريالو ما راقبش الليبنو ديالو وخرج بيهم ناقصين بريسيون يبدأ يبدأ ربما كان عدم التوازن هذا شيء الأول إذا كانت الليبنو ناقص يولي يسخن أكتر يولي يولد حرارة أكتر وهذا يأثر عليه مدام قلنا المواد المركبة هذه المواد مركبة تأثر عليها السخونة يعني الحرارات تأثر عليها تأثر عليها مباشرة تتخلي هذه المواد هذه كيف ن resolves المواد هذه تتفرق عن بعضها لأنها مركبة مركبة وكل شيء مركبة عنده تأثير عنده تأثير إما وزن وزن زمن عفوا إما عنده زمن لتحلل يعني مركب أو عنده آثار أخرى بالنسبة لعمل الوقت والزمان ما حال الوقت الذي نرقبه فيه العجلة ما حال المدة الزمنية يعني كل كم فترة يعني من المستحسن كل سمال نرقبه رقبه بالساعة المانوماتر المانوماتر الدبريسيون يعني الساعة الخاصة بالضغط لكن بالعين يوميا لكن بالعين يوميا يعني يوميا يدور يشوف إذا شك في وحده في بيان بنو إذا يتكلمنا عن اللي يجي إذا شك في وحده يحكم الساعة ديالو ويفيري فيه المعروف أستاذ العزازي أن العجلة هي ليست فقط الجن بلاستيكي بل حتى الأجنت كما نسميهم الأجنت أفضل كيفاش يعني بشكل عام بش نعرفو العجلة كاملة العجلة كاملة لا تبدأش غير بالبلو كي ما كنت تقول أو للأجنت العجلة كاملة تبدأ من 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 عجلة تضم كل هذا الشي إلا إذا خرجنا وقلنا إطار العجلة لي باش ندخلوا اللي باش ندخلوا اللي بنيو سينو إذا قلنا العجلة مع انت رانا ضمينا كلش رانا ضمينا كل الالزاء هذو اللي اذكرناهم لتبعين اللي بنيو ماتيك زائل يعني كما نقولوا الاجند عندها مقاييس إذا دخلنا في المقاييس تالاجند قبل ما نقلموا على اختيار العجلات لأكيد أن هناك بعض المشاكل التي تحدث للعجلة كان المشكلة تآكل سيد العزازي أن بعض العجلات تتآكل يخرج منها البلاستيك كان يخرج منها ممخيوط تعسيلا كما نقولوا بالدرجة هل تؤدي إلى تغيير حتمي للعجلة أم لا إطلاحها أكيد أكيد الأسباب اللي تخلي العجلة تتآكل هي كان أسباب ميكانيكية أسباب ميكانيكية كما نقولوا احنا لكيليبراج البراليليزم هذو أسباب ميكانيكية وكان أخرى ليتهاون منها وكان لتأطر عليها حتى الطريق لازم حتى الطريق تأطر على العجلة إذا مثلا كان عندنا عجلة مخصة لعجلة تعطريق وركبنا بناء مخالف لهذا المقاييس يتأطر أوتوماتيك مو يتأطر يتأطر سلبيا يتأطر سلبيا أنه يقدر يكون عنده التأثير يعني علميا يكون تأثيرين تعثير خارجي وتأثير داخلي يقدر يكون حتى ليشوف منتع الرولمون يأثر على البنو يقدر يكون الفرانات يأثروا على البنو يسخنوها أكثر من لازم يعطي له يعني البنو يشوفه أكثر من لازم البلوكاج ديفيروتو خاصة خاصة في البوالور خاصة في البوالور إذا كانوا بروكاولي فرانو لا أوتوماتيك مو البنو يشوفي هذه الحرارة يستقبلها وتأطر عليه سلبيا كان بعض سلوكات خاصة عند سائقين جدد كان ينسى تخفيض الفرانات كما نقوله ما يهبطش الفرانات أو المكابح اليدوي ماذا ينجم عنها سيد العزازي معروف أن العجلات الخلفية هي التتأكل بلوكاولي فراناتيك هو غير مصنوع بشي نقصو به لنقصو به الفراناتيك مو سيطنع بلوكاج سيطنع بلوكاج يعني حتى الإنسان يفريني برجلو وتحبس كاملات منه فيوكيل عفونا هنا أونتر بارانتاز كين قولوا كلمة فيوكيل بسبب سألوني عليها الأخ المشاهد لازم يسمع يفهم الفرق بين سيارة و فيوكيل كين قولوا عن فيوكيل كين قولوا مركبة نجمعوا كل السيارات الشاحنات الحافلات يعني لكن إذا حبنا نخصوا كلام على مركبة معينة نسموها باسمها الحقيقي مثلا فيوكيليجي بارتوكيلي أو نقلوا شاحنة أو نقلوا شميرومورك أو نقلوا حافلة لكن إذا نحن في موقع كما هذا نتكلموا عموما لأن العجلة تابعة للمركبة ليس تابعة لسيارة برك أو كاميو أو حافلة نقولوا مركبة عجلة المركبة يعني هذا الخوص ما يتعلق بالجواب تعال المشاهدين عضوا لي للمكابح اليدوية كيف تأثر على العجلات الخلفية يدخل لهم افتحين شوية وديمارة وديمارة شوفر إذا كانوا دي بلاكات يسخنوا إذا كانوا دي فيرودو يسخنوا أوتوماتيك ما يسخن نونس المو يأثروا على البنو ويأثروا ما مع لكانان طنبور يأثروا عليه طنبور وين اللسق ديالهم ولكن عندوا باريزام لأم ما يزيد الاحتكاك يزيد ولا يزيد في الاحتكاك أكيد يزيد في الاحتكاك ويأثر إذا كانوا دي فيرودو يأثر الطنبور إذا كانوا دي بلاكات يأثر على الديسك يعني هنا يلفتني سؤال مشاهد قال لي نسقسيه لك المشاهد ربما ما عندهش علاقة بالموضوع هو قطع مسافة على 20 كيلومتر وهو سائق جديد مبتد قالك قطعت مسافة 20 كيلومتر وكانت المكابح مرفوعة شوية مكابح تغيير العجالات نعم ما الحقش الدراجة اللي باشي يغيير العجالات يديرها عند الميكانيكي عند الميكانيسيا للورشة الميكانيك ويفيرو دابور يفيرو لدسك إذا كان قلنا إذا كان دسك ماشي ماشي طنبور يفيرفي الدسك ولا طنبور يفيرفي البلاكات الرودة هذيك يعني الرودة اللي سقنت وبلوكات يفيرفيها وإلا كانوا لدو البروكات يديرهم يفيرفيكاسيون هي تكون تابعة لبلاكات لديسك أو طنبور إذا كان طنبور هنا شفنا أهمية العجلة وشفنا حتى كيفية مراقبة العجلة الآن أكيد أنه قراءة رموز العجلة هناك عدة رموز وأرقام موجودة داخل العجلات لكن أسف شديد أغلب هنا منعرفش نقرأه هذي الرموز كيفاش نقرأه سيد العزيز يعني شكرا الرموز هذه عندها أهمية كبيرة كبيرة بزف بزف يعني كبيرة من ناحية الاقتصادية يعني المادية للسائق ومن ناحية الأمنية ككل الرموز هذه فيها حروف وفيها أرقام إذا نعطيك مثال نبدأ في الأرقام ونعطيك مثال فقط كل العجلة فيها أنواع كثيرة مثلا نخذ مثال 180 70 R14 مثلا 180 سي 190 مليمتر العرض تعلق البنو اللي يتحط في الأرض يعني مسافة الاحتكاك يعني البون دول ما يعني شحلي يكون منفخ نو شحلي يتحط في الأرض شحلي يتحط في الأرض وش معلها هذه شحلي يتحط في الأرض يعني قلنا 180 يعني منها 190 يعني كي قلنا 190 على 70 مثلا أو 65 على 4 كما نشوف مثلا هنا هذه الصورة توقفو عن هذه الصورة ماذا بينا نتوقفو فيها أنه يعني سيارة خاصة نعم أنه سيارة خاصة عندنا 185 يعني 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 ترمز إلى أنه Particulية خاص وإذا يكون كوميرسيال يأتي عن سي لأن سي يجوزوج في بعضهم يجوزوج جيملي يسمونهم جيملي هذا سي Particulية خاص عندنا 185 تعني 185 تعني العرض تعال اللي يتحط على الارض العرض تعال عندنا 75 هو 75 من 185 مش مقصص وشونتاج معنا 75 في المياه عندنا 185 مليمتر مقصوم على المياه مضربة في 75 باش نلقا الارتفاق تعال النسبة المئاوية النسبة المئاوية باش نلقا الارتفاق تعال تعال البنو عندنا طريقة النسيج تعال البنو عنده طريقة النسيج كان بكري كان يدير الدياغونال عنده اتجاه واحد نسيجته عنده اتجاه واحد مما كان يشترط يشترط أنه يندير عنده اتجاه واحد للعمل هنا كل الصناع يعني كل الصناعين يدير عدة أنسيجة هذا حب يقول راديال راديال حب يقول أنسيجة مختلفة يعني كروازي أنسيجة البنو بالذات يكون كروازي عندنا لكاتورز لكاتورز هذا ستان كاتورز بوس يعني الديامتر كان عندنا كاتورز ساز عشرين ويعفو عنده دور هذا لكاتورز بوس بشي فهم المشاهد سيد 2 سنتيمتر برجل سي كونتكات يعني معناها أنه كل مركبة عندها حجم معين أكيد ما نقدر ما نقدر ما نقدر مدروس 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 مستحيل لأننا ما زال ما وصلنا إلى تكنولوجيا لواحدنا نحسبه نغير الأجنت ونغير البنو في نفس الوقت ما زال ما وصل لكن معروفين في السيارة الرياضية أستاذ أنهم الشباب يبدلوا حتى رسول هذا الموجود يقصوه ويحطوا عجلات 20 و19 كما قلوا هذا يؤثر على المحرك والصلابة السيارة دوك نقول لك الأخ هذه اسمها الرياضة الميكانيكية عندها مهندسين خاصين برياضة الميكانيكية إذا هذا الشاب شاب هذا خدع نصائح من عند المهندسين في الرياضة الميكانيكية وحسبوا للدياماتر وحسبوا وعطاولوا للأخر ما كاش يعني الخلل الخلل وراه الخلل الخلل في فقدان التوازن والخلل في عدم يعني أخذ قرارات يعني أو أخذ حسابات غير تابعة للفيزياء ما زال ما كمن أستاذ عزيزي هل هنا سؤال نبقوا دائما في العجلات الحفاظ على المصار والبقاء في مصار سوي ويعني خاصة في الفيراج في المناطفات الحادلة يعني معروف أن العجلة هي من تساهم في ذلك يقول كلما تكون عجلة قوية وكبيرة تكون ما تساهم أكثر هل هذا صحيح العجلة لا يتحكم فيها السائق العجلة هو صانع المركبة اللي صنع المركبة في نفس الوقت هو اللي صنع العجلة الصانع هو اللي يفرط المركبة اللي يفرط شروطه على السائق قال دير هاد 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 الديمونسيون تعالجون دير هاد الارقام دير هاد دير هاد يعطي له الاسبيسيفك احنا جنرال جنرال فكرت الأخ محمد جنرال لدينا دليل استعمال دليل استعمال راني رحض فيه أنه أغلبه مكتوب أغلبه مكتوب باللغات الأجنبية يحب ذال وكان يترجم إلى العربية لباش الناس تقدر تستعمل تستفاد من هاد مانويل لتيلزاسيو وعنده أهمية كي يندر في السيارة نكمل ونوصل فقط عند هاد الصورة نتوقف عند هاد الصورة حتى نكمل الجزء الأخير منها بو عندنا لكاتورز هذا كاتورز هو الارتفاعت على جانت كاتورز وش قلنا احنا كاتورز ما عندها مضروبة في 2.54 يعني احنا نقوله 2.15 وش نعرفو الارتفاعت على السيارة عندنا 82 هادك 82 هو رمز رمز الوزن كل سيارة عندها الوزن الوزن ذي هذا كالأس سي لانديس دو فيتاز عندنا لانديس دو شارج لانديس دو فيتاز عندنا تراكسيون A وتمبراتور A تراكسيون A وش حاب يقول عندنا A لب C كيف تمبراتور عندنا A B C لانديس سيارة تراكسيون لجر يعني مركبة تجر تجر نعم تجر عندها مقتورة تجر مقتورة أو شاحنة أو غير ذلك الكارافان والبطو بليزن صغار للجر يعني هذا البنو عنده تاقل والأخير هي الحرارة الحرارة A عندنا A في الأماكن سخونة يعني الحرارة وعننا B في الأماكن المتوسطة عندنا C في الأماكن البرد عندنا كما نعود للانديس شارج إلى الانديس دو فيتاس هذو تاني عندهم أهم يكتير وشحال الفيو كالتاك شارجي وشحال أنت تستعمل السرعة ربما أنت هنا بين قوسين مع ليش تفضل تفضل ربما السائق عنده سيارة تاو نضار يمشي بها بمئة وربعين كيلومتر عاديا عادي ويروح يشري أن بنو لي ميفوش 100 كيلومتر على لعنة يعني ميفوش 100 كيلومتر على لعنة سي الجي ميفوش 100 كيلومتر على لعنة ربما كان باختصار فقط نعم نظرا للوقت تفضل كان مثلا خاصة هنا صحب الشاحنات صحب الشاحنات أغلب هم يمشوا فيتاس أكثر من الكوموندي ماذا به البلول اللي يشريه يشريه على حساب الفيتاس والشارج إلى هو يخدم بها نعم هنا يشوف رمز رمز تعلش تعلحم الحمولة ورمز تعلش شرعة نأكد على صحب الشاحنات صحب الحافلات لتعل المسافات البعيدة يركزوا على نديس شارج إلى نديس دوبيتاس نروح إلى النقطة أخرى أستاذ العزازي هي كيفية تخزين العجلة والمحافظة عليها أكيد أنه عنا روسو كور في السيارة وأيضا عنا العجلات اللي نستخدموهم عدة استخدامات جينيرال مو أنا سمعت بزاف بعض السائقين يتكلموا يقول لك نحط في القضل المدة شهر شهرين كده لك يقول لك نضع الشمس لك يتنفخ كل واحد عنده الفكرة العامة نعطي الفكرة الصحيحة يعني نعطي معلومة صحيحة البنو عنده تاريخ إنتاج عنده تاريخ إنتاج من هذا كل نهار تاريخ الإنتاج هو راح بدأ في التحلل لأن قلنا عنده مواد مركبة المواد المركبة عندها وقت بدأ تتحلل من اليوم اللي خرج ملوزين راح بدأ يموت كدوة كدوة تماما حتى ونحطوه في المكان التاع عنده مدة صلاحية حتى البنو حوالي خمس سنين أغلب الصناعة لكن كل يقول أكثر كل يقول أقل يعني كل خمس سنين تتغير تغير لأن المواد بدأت تتحلل عندها شراء سيارة جديدة أكثر من خمس سنوات نبدلولها البنو أكيد يشوف البنو لا يشوف السيارة يشوف البنو بس البنو قلنا فيها لادات لفابريكاسيو لادات لفابريكاسيو فيها أربع أرقام زوجة أرقام النولانيين على حسب الأسبوع السنة أسبوع السنة في السنة والأخرين في السنة الأكيد سيد العزازي هو موضوع مهم اختيار العجلة أتركك لتقدم بعض نصائح للمشاهدين يتبعوك في هذا الموضوع إذا خلينا نصائح في هذا العجلة في العجلة ماذا به يشوف واش طلب المصنع واش طلب المقاييس تعلبنو إذا حب يغير إذا حب يغير ينقص ولا يزيد ما يقدرش لأنه راح يغير في الفيزياء تعل السيارة لأنه إذا علاها شوية يقول يريح يدخل بزاف وإحنا على بلنا بالسيارات تعل الحديثة كلها أيروديناميكية يعني كلها نشفناها الحصة الماضية كلها أيروديناميكية يعني إذا علاها شوية وليدخلها وبزاف وليدخل أطرع لها ربما يتقلب عندنا هذه الكلمة هذه ريقرو بابل هذه نلقوها عند البوالور تدخل في النصيحة هذه نلقوها في البوالور إذا نقول السائق إذا ركما أول ترسم ترسم لفنو تاعك رك دير في بالك بللي ترسمو إذا وليس تزيد له تحفره باللغة العامية نقول له حفره إذا ركما أول تحفره أشري هذا النوع اللي مكتوب فيه ريقرو بابل إذا ما كانش عندك الفكرة باش تحفره لماذا تزيد تخسر درهم وتشري واحد ريقرو بابل إذا ما أول تستعملوا بدون بأيولات تستعملوا بعد ترمية يا تكسح أستاذ عزيزي على كل هذه المعلومات الأكيد أنه كل سبت تقدمنا مجموعة ومناء النصائح نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله نتمنى لك يوم موفق وأسبوع موفق أيضا أستاذ عزيزي بمهدي مدرب سياقة اشتركوا في القناة